تشارك في هذا البرنامج. كيف كانت ردد فعلك لما طلب منك أنك تغادر البرنامج؟ كيف كانت حالتك؟ السلام. كنت مخدود. ما كنتش عارف لي كل أصلا. ما عملتش أي حاجة ما كنت تخلي. يعني بس مش مفدد. حاجة ما مش مفروض تخلي أي حاضرة دائرة بالطبيعة دي. لماذا لم ترد على الشيخ؟ ولماذا لم ترد أيضا على المذيع؟ طريقة الكلام كانت مش طريقة حوار أو طريقة كلام ممكن من يتناقش بها ويوصل لحاجة كويسة. الموقف كان لما هنزع لا يوجد أي حاجة هنستفدها. خلينا نسأل محمود اللي هو كان مقدم البرنامج. محمود يعني شو تعليقك على كلامه؟ شعر أنه اعتبرته مثال سيء تم تقييمه؟ شو ردك؟ عزيزي جعفر أولا رحضيك بالسادة المشاهدين. أولا محمد لما جاضي فهنا فكرنا أننا نعمل حلقة عن الإلحاد. استضفنا شاب هو قال أننا عندي أفكار يعني تواصل مع فريق الإعداد. وقال أنا عندي أفكار كثيرة جدا وعندي وجهة نظر حابب نوصلها. استضفنا وكان معنا الدكتور محمود عشور وكيل الأزهر. وكنا عندنا يعني الهدف من الحلقة أننا ناقش موضوع بدأت في جزء بسيط من الشباب المصري يتجه لظاهرة الإلحاد. فقلنا أن ناقشهم في أفكارهم ونشوف. لما بدأت الحلقة لقينا محمد عبارة عن شاب مرتبك. ما عندوش أي نوع من الفكر أنه قدمه للمجتمع. ما عندوش أي حاجة ممكن نفيد بها المجتمع. ثاني حاجة تطرق لفضايا غريبة جدا. لكن محمود ماذا تقصد بأنه ليس لديه شيء؟ يعني من يقرر إذا كان مفيد للمجتمع أو غير مفيد للمجتمع؟ ما عندوش حاجة يقدمها وبدأ يتكلم في نظريات بيولوجية وحاجات المشاهد العادي مش هيفهمها. يعني دخل يتكلم في نظرات عن الكون وقول الكون وحاجات إحنا بنتكلم في برنامج الشرع المصري في برنامج بيشاهدوا الملايين من المصرين والعرض. برنامج يا جعفر إسماني ما نقول لحضرتك البرنامج بيشاهدوا الملايين من المصريين والعرب. هم عامة الشعب وعمة المجتمع. بدأ يتكلم في نظرات. ترجمة نانسي قنقر